بيان وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة 29 مايو عن عدد الإصابات والوفيات بكورونا في مصر مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة 29 مايو 2020 عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام شفاءهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفع ليصبح 6237 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم تعافيها وشفاؤها وأضاف متحدث الصحة أنه تم اليوم الجمعة 29 مايو تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة كما تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بذلك يصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر والتي تم تسجيلها حتى اليوم الجمعة 29 مايو 2020 إلى 22,082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفعها وخرجت من مستجفات العز والحجر الصحي كما وصل عدد الوفيات حتى اليوم 879 حالة وفاة وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت اليوم أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا أو بروتوكولات العزل المنزلي ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة حيث أنها ليست البروتوكولات نفسها التي يتم تطبيقها داخل المستشفيات أو خارجها مشددة على عدم تداول تلك البروتوكولات الخاطئة مما قد يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى أو يسبب ارتباكا للفرق الطبية العاملة في مستشفيات العزل وأوضح متحدث الصحة الدكتور خالد مجاهد أن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد والوحيدة التي يتم تطبيقها تم وضعها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان مشيرا إلى أن اللجنة قامت بإعداد تلك البروتوكولات العلاجية بناء على ما توفر من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العققير التي تعالج الفيروس وأهاب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحذر فيما يتم نشره من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا قد تصير الشك والبلبلة خلال تلك الأزمة موضحا أن بروتوكولات العلاج المتبعة داخل المستشفيات وبروتوكولات العلاج المنزلي متواجدة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان وكذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان فقط وفي النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك لو كنت بتشاهدنا الأول مرة اشترك في قناتنا وفعل رمز الجرس يوصلك إشعار بكل أخبارنا الجديدة أول بأول شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة